في احدى المباريات الحماسية في دور المجموعات لبطولة دوري ابطال اوروبا تقابل نادي نابولي ونادي ريال مدريد في مواجهة رياضية مليئة بالاثارة والاهداف الرائعة اندلعت نيران المنافسة في مباراة مثيرة ضمن دور المجموعات لبطولة دوري ابطال اوروبا بين نادي نابولي ونادي ريال مدريد شهدت المباراة اليوم تقديما مذهلا من قبل الفريقين وانتهت بانتصار مستحق لريال مدريد بنتيجة ثلاث اثنان في مباراة مليئة بالاهداف الرائعة والاثارة بدأت نابولي التسجيل في الدقيقة تسع عشر بفضل توبياس اوستيجار الذي استغل فرصة رائعة ليضع القرة في شباك ريال مدريد رد ريال مدريد في الشوط الاول بقوة حيث سجل فينيسيوس جونيور هدف التعادل في الدقيقة سبع وعشرون بتسديدة رائعة ثم جاء دور جود نيندهم ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 34 ليتقدم الفريق الاسباني في النتيجة في الشوط الثاني استطاع بيوترز الانساكي من نابولي تعويض الفارق بتسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 54 وعندما كانت المباراة تسير نحو التعادل حدثت مفاجأة غير متوقعة في الدقيقة 78 عندما قام الكاسوميريات حارس مرما نابولي بتسجيل هدف ثاتي في مرماه مما اعطى ريال مدريد التفوق والفوز بالمباراة بهذا الانتصار الهم يظهر ريال مدريد جاهزيته للتنافس في هذه البطولة المرموقة ويقترب من تحقيق اهدافه في دور المجموعات من الجدير بالفكر ان هذه المباراة كانت من اكثر المباريات اثارة في هذا الدور وقد تركت اثرا عميقا في قلوب عشاق كرة القدم حول العالم بهذا الانتصار الرائع يستعرض نادي ريال مدريد جاهزيته للمنافسة في دور ابطال اوروبا ويقترب من تحقيق اهدافه في دور المجموعات هذه المباراة ستبقى في ذاكرة عشاق كرة القدم كمباراة مليئة بالاثارة والتشويق نشكركم على متابعتكم وترقب المزيد من التحديثات والاخبار الرياضية على هذه الصفحة